تحياتي يا أصدقاء، إذن الكرامي وأهل حلب ممثلات للرياضة السورية بالخارج من جديد إنما هالمرة بكرة السلة يا إله أنت لمجرد تسمع خبر الكرامي وأهل حلب ممثلات للرياضة السورية بالخارج الخبر بحد ذاته مفرح للأمانة أنت تحكي عن الكرامي وأهل حلب بالمصر دنتو شرفتونا بالخارج رفعتوا راس الكرة السورية مين ينسى أو مين يقدر ينسى الإنجاز التاريخي لناد الكرامي وصوله إلى نهاية دورة أبطال آسيا نهاية أبطال آسيا يعني أنا مجرد أنا أتذكر لحظات بالنهاية هي المفرحة والمؤلمة بنفس الوقت يعني أنا شعور مستحيل يعني خلص خلصت الكلمات شعور مستحيل ينوصف وتوصل الكرامي إلى نهاية دورة أبطال آسيا وكان عم يخسر أمام جانبوك الكوري ومين يقدر ينسى الإنجاز التاريخي للكرة السورية اللي كان عم يحقق أهل حلب أو الاتحاد سابقا بطل الاتحاد الآسوي فلذلك نحن دائما منقول الكرامي وأهل حلب شرفتونا بالخارج رفعتوا راسنا بالخارج كرويا رياضيا أنتو كنتوا أحد أسباب تطور الكرة السورية بكرة القدم وكتير رياضات لفتوا نظر الإعلام والقنوات الناقلة بها داك الوقت الفريقين كان لهم السبب الأول والأخير نرجع من الوقت بكرر إنما هالمرة المشاركة الخارجية رح تكون بكرة السلة بتمنى أنه تحقق إنجاز قريبا من الإنجاز لحققته وبعرف أنه صعب بدأك تقول لي ليش صعب لأنه نحن بكرة السلة لسه عدنا بعيدين حاليا بعيدين على المشاركات الخارجية أو الاحتكاكات الخارجية لأندي المنتخبات تطور شفنا بمشاركة الأخيرة لنادي أهل حلب بطولة دبي دولية أو البدية يعني ما كانا محقق النتائج المطلوبة إنما أنا بقول لهم برافو كان عندكم شجاعة إنكم تشاركوا ولازم نبلش نشارك ما عنده مشكلة أنا اليوم كرامي أهل حلب بتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله توقعاتي إنه بهالبطولة رح نحكي عنا بعد شوي رح يحققوا نتائج طيبة إن شاء الله وترضى الجماهير وإن لم تحقق النتائج ما علش برافو كتجربة أولى كتجربة أولى بعد غياب يعني نحن حاليا بعد عودة الرياضة السورية أو عودة كرة تسلي حاليا بمفهومة جديدة أو بالاحتراف الجديد برافو شاركي خارجي ممكن تفيدنا بتمنى نرجع نحضر هيك بسمي من نادي الكرامي إنجاز إعجاز من نادي الكرامي بالخارج بكرة تسلي ونفس الشيء رجع أحضر إنجاز نادي أهل حلب إنما هالمرة أحضروا بكرة تسلي إن شاء الله يا رب ما عنا مشكلة قدر مسألي المهم نفرح خلينا نحكي أكتر عن البطولة الأمانة بداية تفيد زكرتنا بذكريات حلبة مستحيل إنساها تفاصيلها صغيرة يعني إن شاء الله بتنعاد خلينا نحكي عن البطولة أكتر بطولة دور السبر لغرب آسيا دور السبر لغرب آسيا لكرة تسلي القرعة كانت عم تصير القرعة ببيروت هلأ نحن خلينا نحكي البطولة اللي شدني أكتر شي فيها هي مشاركة الكبيرين بالرياضة السورية ما بس بكرة تسلي نحن بنحكي مدرسة قاعدة جماهرية قاعدة رياضية مدارس إن كان أهل حلب وإن كان كرامي القرعة كانت عم تصير ببيروت البطولة راح تصير أو راح تبلش من 19 كانون الأول ديسمبر حتى أيار مايو 2023 يعني من نهاية السنة 19 نهاية السنة تقريبا مع انتهاء كأس العالم وراح تتبلش طبعا راح تنتهي بأيار مايو 2023 الدول المشاركة أهمية البطولة بالدول المشاركة الأمانية هذا الشيء اللي راح نحكي ولا بعد شرط تكون شوفوا مجموعة الكرامي أهل حلب مجموعة صعبة الدول المشاركة قطر الكويت البحرين الأردن كازغستان الهند العراق إيران لبنان عمان فلسطين يا إلهي تخيلوا نحنا نحن نحكي عن منتخبات للأمانة أو عفوا نحن نحن نحكي عن دول للأمانة متطورة بكرة السلة قولا واحدا بالنسبة لنظام التأهل 16 فريق 16 فريق راح نقسموا إلى قسمين قسم بتكون فيها الاندي الخليجية وقسم بتكون فيها اندي غرب آسيا يعني عندك حاليا اندي قسم الأول فيه 8 اندي 8 اندي هي من فرق الخليج أو اندي الخليج والقسم الثاني عندك 8 اندي هي من اندي غرب آسيا هدولة 8 اندي تسموا إلى مجموعتين كل مجموعة راح يكون فيها 4 اندي عفوا 4 اندي 4 اندي 8 اندي مجموع اندي متما حكينا 16 نادي أو 16 فريق من كل مجموعة أنا الأمانة حاولت استفسر عن البطولة فيه أكتر من شرح للبطولة بمعنى هي بطولة الأولى شرح كان عم يقول انه بطل كل مجموعة بطل كل مجموعة بتأهل إلى النص نهاية بالأضافة التاني بلعاب مع التالت بطريق الاكس والعجل صحيح A مع B التاني مع التالت التالت مع التاني والبير بحنا للمباراة بتأهل للنص نهاية هيك بصير لنا احنا هنا 4 عندي هون بصير لنا 4 عندي كم من هذا 8 بالإضافة رح يكون مضاف إلهم بطل الهند رح يكون موجود معهم بطل الهند وبطل كازغستان هيا بمعبض بطريق الدورة ممكن أو بطريق المجموعات مرة أخرى نرجع بنعيد بنكرر البطولة رح تصير 19 كانون الأول ديسمبر الوقت مازال مبكر ممكن تتغير نظام البطولة لأنه نحن عم نحكي عن النسخة الأولى إنك تحكي على نسخة أولى بنظام بطولة هذا شوي صعب هذا شوي صعب للأمانة لو في بطولة سابقة كنا نحن حكينا عن النظام البطولي إنما كبطولة أولى أو انطلاقة أولى ممكن قبل شهر تقريبا يتغير نظام التأهل فلذلك نحن يخلينا ندقي أكتر على المجموعات ما في مشكدة مثل ما سبق حكينا بتمنى من أهل حلب وبتمنى من هذا الكرامي ما يكون عنكم أي خوف نحن عم نشارك اليوم معلش خلينا نقوله بالألم نشرح نحن عم نشارك اليوم حتى نكسب خبرة موعب موعب وإن إجت النتائج كانت بها يعطيكم العافي والجماهير أكيد بكل تأكيد معكم على الحلوة وعالمرة رسالة للفريقين رسالة للفريقين عم تجمع أهل حلب بيروت لبناني الفرق لبناني دائما بكرة السلة متطورة بلسى بالإضافة لأهان العراقي الأرتادوكس الفلسطيني أربع عندي بتمنى لأهل حلب التوفيق الأماني أنه نحكي أكثر عن عندي بكرة السلة صعب أنا حاليا عم نستعرض المجموعات بس من وجهة نظرة يعني عهو معلومات البسيطة بيروت لبنان يعني بتوقع أن يكون أفضل عندي بالمجموعة فرق لبناني دائما متطورة بكرة السلة العراقي ما عندي معلومات كافية بس ممكن نكون أهل حلب أفضل منه الأرتادوكس الفلسطيني بتوقع أن يكون نادينا أهل حلب أفضل منه بكل تأكيد نادينا أي فريق بمسل سوريا خارجيا صار نادينا نحن بنحكي عن بطولة خارجية وبتشرف أن يكون أحد جماهير نادي أهل حلب بكل تأكيد المجموعة B العشق الأزرق نادي الكرامي يا رب فرحة خارجية إن شاء الله يا رب أنت صار جديد المجموعة B رح يكون فيها نادي الكرامي رح يضم يا إلهي يعني حطلنا يا أول فريق الرياضة لبنانية يا إلهي الرياضة لبنانية النفط العراقي غور غان غور غان الإيراني هاي هي الأندي رح يواجه نادي الكرامي بالمجموعة B هل إذا ما نشوف مجموعة نادي الكرامي بكل تأكيد أولا وأخيرا وأفضل نادي بالمجموعة هو الرياضة لبنانية أشهر من نار على العالم أشهر من نار على العالم بالنهاية مثل ما حكينا كرامي أهل حلب أنتوا شرفتونا سبقوا شرفتونا ورفعتوا راسنا بكرة القدم بالمحافة الخارجية بتمنى هذا الشيء ينعاد بكرة السلة أنا متفائل بأهل حلب متفائل بالكرامي إن شاء الله هاي بالنسبة للبطولة حبيت أحكي على البطولة ما نفوت بالتفاصيل أكتر بالنسبة لأندي ما أقتراب البطولة لـ 16 قانون الأول نحن عم نحكي عن نهاية السنة إن شاء الله رح عمل الفيديو ونحكي تفاصيل أكتر عن الأندي اللي رح يواجه أهل حلب ونادي الكرامي هاي المجموعتين اللي حكينا عننا هني من منتخبات غرب أسيا في مجموعات تانية طبعا فرق الخليج إن شاء الله نحن هنا الـ 16 قانون الأول ديسمبر تكونت تضحت أكتر كيف رح تصبح نظام التأهل لأنه في أكتر من منشور في أكتر من 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 نظام في أكتر من حتى على مواقع الرياضة أنا العالمية أو الخليجي كل موقع شارحت طريقة التأهل شكل حتى حاولت أتواصل مع بعض الأصدقاء بتابعوا كورتسلي القريبين من نادر كرامي وضع التأهل إلى الآن غير واضح 100% الأماني ننتظر نحن لا يتقرب الوقت إن شاء الله أو يقترب موعد البطول وإن شاء الله بتمنى التوفيق للفريقين في بطولة دورة سوبر الغرب آسيا لو كورتسلي يا رب يا رب توفيقك للفريقين نفتخر دائما نحن بكل أندي سوري بس نمسلنا بالخارج منهاية الفيديو اليوم حطوا لي توقعاتك لنادر كرامي أهل الحلب بالبطول الخارجية ومنهاية الفيديو اليوم مرة تاني نازل قناتنا من لايك كومنت في عزر جرس تعودتوا اللي عم يحضرنا على اليوتيوب اشتركوا القناة عم تحضرنا على الفيسبوك لايك للفيديو تابعوا على الصفحة وأنا لكم نكون شكرا من دائما نظل الله خير السلام عليكم